بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ها قد عدنا أعزاء المتعلمين في درس جديد في مكون الاقتداء درسنا لهذا اليوم تحت عنوان صبر السابقين الأولين في الدعوة إلى الله والأهداف المراد تحقيقها في آخر هذا الدرس هي تعرف صور من صبر السابقين الأولين وثباتهم على طريق الحق واستخلاص فضلهم ومكانتهم في الإسلام والحرص على الاقتداء بهم لنقرأ معا وضعية الانطلاق كنت رفقة صديقك خالد تتجولان في الحديقة العمومية فرأيتما مجموعة من أبناء حيكم يدخنون ويقولون كلاما فاحشا فتدخل صديقك خالد ناصحا لهم ولكنهم ثاروا في وجهه وأسمعوه كلاما جارحا فحزن خالد وقرر أن لا ينصح أحدا بعد ذلك فتلوت على مسامعه بعض الآيات الكريمات لتخفف عنه ما جرى لاحظوا معي الأسناد قال تعالى في سورة التوبة الآية 101 أعود بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها لنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم وقال أيضا في سورة الواقعة أعود بالله من الشيطان الرجيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صدق الله العظيم إذا نمر الآن أحبائي إلى تعرف على التعليمة انطلاقا من الآيات الكريمات حاول إقناع صديقك بوجوب الصبر والتحمل ذاكرا له تعريف السابقين الأولين وذكر صفاتهم ذكر صور من صبر السابقين الأولين حثه على الاقتداء بهم أثناء محاولتك إقناع صديقك بالتحلي بالصبر دار بينكم الحوار التالي خاطبت صديقك قائلا أرى أن صبرك قليل يا صديقي يجب أن تكون صبورا كما كان السابقون الأولون فردت عليك صديقك قائلا من هم السابقون الأولون وما هي صفاتهم فعرفت له السابقين قائلا السابقون هم المسلمون الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة بمكة أمثال زوجته خديجة وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأسرة ياسر والذين سبقون نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة رضي الله عنهم أجمعين فخديجة بنت خويلد يا أحبائي كانت أول امرأة آمنت بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقت بها أما أبو بكر الصديق فكان أول رجل صدق بمحمد وآمن بدعوته أيضا في حين كان علي بن أبي طالب أول الصبيان أما أسرة آل ياسر فكانت من الأسر السباقة للتصديق برسالة محمد والإيمان بها أما صفات السابقين فهي كالتالي الإخلاص لله وصدق الإيمان وقوة العقيدة ومحبتهم الشديدة وطاعتهم الخالصة للرسول صلى الله عليه وسلم كما أنهم صبروا على المعاناة وتبتوا على طريق الحق وضحوا بالغالي والنفيس في سبيل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام بعد أن استمع صديقك لما قلته له من تعريف السابقين وصفاتهم شكرك على توضيح قائلا أشكرك يا صديقي على التوضيح ثم سألك قائلا حدثني عن معاناة السابقين الأولين وعن صبرهم فقلت له حسنا إذن سأسمعك بعض القصص عن معاناة السابقين فقصص السابقين يا أحبائي كثيرة جدا اخترت لكم البعض منها وإليكم البحث عن باقي القصص والروايات التي تبين صبر السابقين الأولين على العذاب وتشبثهم بدينهم ونصرتهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم من بين هذه القصص هناك قصة أمي بن خلف القرشي الكافر الذي كان مالكا لبلال أو مولا لبلال الحبشي كان يضع في عنقه حبلا ويسلمه للصبيان ليطوفوا به في جبال مكة وكان يضربه ويجوعه وكان إذا حميت الظهيرة يعني في وسط النهار حينما تشد حرارة الشمس طرحه على ظهره ووضع الصخرة العظيمة على بطنه ولكن بلال لم يتراجع عن إيمانه ولم يكفر بدينه بل كان دائما ترديد أحد أحد والمقصود بأحد أحد هو الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى إذن هناك قصة مصعب بن عمير الذي كانت تمنع عنه أمه الطعام والشراب لترده عن الإسلام وبعد ذلك طردته من بيتها أما خباب بن الأرث فقد كانت أم أنمار بنت سباع الخزاعية تعذبه بالكي بالنار طبعا وكل هذا وخباب صابر ثابت على دينه لم ينقص من دينه شيئا لا شك أعزاء المتعلمين أنكم تتذكرون معي قصة آل ياسر الذين عذبوا من طرف كفار قريش وسجنوا فمات ياسر وماتت سمية يعني الأب والأم تحت التعذيب فكان أول شهيدين في الإسلام وبقي عمار على قيد الحياة ثابتا على دينه متشبثا بإسلامه أيضا كما أن كفار قريش قاطعوا النبي ومن معه وتعاهدوا أن لا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم ولا يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم شيئا ولا تأخذهم بهم رأفة فلما أحس الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذا الضيق سارعوا إلى شعب أبي طالب بين جبال مكة وهناك اشتدت عليهم الحال واضطروا إلى أكل الأعشاب وأوراق الشجر من شدة الجوع لاحظوا أحبائي معاناة السابقين الأولين وكيف صبروا وثبتوا على دينهم إذن بعد أن سردت لصديقك هذه المجموعة من القصص أو قصص السابقين الأولين حدثك قائلا أنا ممتن لك يا صديقي لقد استفدت كثيرا مما رويته لي عن السابقين فأجبته أنت قائلا حقا؟ إذن أخبرني ما استفدته فحدثك عن العبر التي استفادها من قصص السابقين الأولين وقال أقتدي بهم في إخلاصهم وصبرهم على دين الحق وأقتدي بهم في التضحية بالغالي والنفيس في سبيل نصرة الإسلام وأقتدي بهم أيضا في نشر الإسلام والدعوة إلى توحيد الله وبهذا أحبائي أنصحكم أنتم أيضا بالاقتداء بالسابقين الأولين في صبرهم على الشدائد لأن الصبر مفتاح الفرش لاحظوا أنهم صبروا وواصلوا دعوتهم ولم يتراجعوا وهذا ما يجب أن نكون عليه نحن الآن يجب أن نصبر في سبيل تحقيق أهدافنا هناك صعوبات تعترض سبيلنا دائما لا يمكن أن نجد كل شيء نتمناه إلا أنه يجب أن نصبر ونثابر من أجل الوصول إلى الهدف وإلى مبتغانا وبهذا أحبائي أكون قد أنهيت درسي لهذا اليوم في انتظار أن ألقاكم في درس آخر أترككم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء أذكركم أحبائي لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بالمزيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر